أهلا بكم ومرحبا في جزء الثاني من المتجهات طبعا احنا أخذنا طريقة الأولى في جمع المتجهات إزاي نحن نجمع متجهين وهي طريقة متوازل أطلع وذكرنا وقلنا أن هذه الطريقة اختصارة كالآت هي عبارة عن أن نحن بناخد المتجه الأول وليكن A ونرسمه بمقياس رسم ومناسب ثم من بداية هذا المتجه بنرسم المتجه بنفس مقياس الرسم ثم نكمل متوازي الأطلع قطر هذا المتوازي هو محصلة المتجه واللي تكون C بناخد طريقة رقم 2 طريقة المسلس ورسم الهندس احنا بناخد محصلة متجهين A بلاس B أنا عندي أنا A أدي متجهه أدي A بناخد أدي بداية A وأدي نهايته ثم ناخد B أدي بداية وأدي نهاية المحصلة عبارة عن C يبقى يسمع طريقة ايه طريقة المسلس طبعا هنا لو رجعنا طريقة المسلس بنجد ان ايه احنا دايما بنرسم المسلس مثلا المتجه A ثم من رأس الأول ناخد متجه مثلا ونرسم المحصلة من from the tail of the first to the tip of the second يعني من نزال الأول رأس الثاني المحصلة وتكون متجه جديد هو C متجه جديد هو C ده عبارة عن اسم طريقة المسلس طرح المتجهات عمالية طرح المتجهات شبيهة بعملية الجم هي نفسها A-B فمثلا هو متجه جديد C عشان نحدد متجه C نقوم برسم المتجه A أولا ومن رأس هذا المتجه نرسم سهما موازيا ومعاكسا في الاتجاه لمتجه B إن هذا السهم يمثل المتجه minus B وبذلك تكون 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 C بتساوي A plus minus B يبقى احنا كل اللي عملناه عملنا حددنا المتجه A رسم المتجه A ومن رأس هذا المتجه بنرسم سهما موازيا ومعاكسا في الاتجاه تمام هو متجه B وبالتالي المحصلة تكون C بتساوي A plus minus B مركبات المتجه المتجه طبعا هنا عندنا المتجه مثلا A بيقع في الحداثيات الكارتيزية بيسموها الحداثيات السينية الـ X والـ Y وحيمكن تحليله مركبتين مركبة الأولى في اتجاه محور X وتسمى المركبة الأفقية المركبة الثانية في اتجاه محور Y وتسمى المركبة الرأسية في الشكل ده احنا المتجه A تم تحليله على مركبتين مركبة في اتجاه X ومركبة في اتجاه Y قالي متجه ايه? المتجه ده مين مسلا بزاوية ولتكن سيتا? حللنا الى مركبتين. مركبة في تجاه اكس اللي هي الاي اكس. ومركبة تجاه واي اي اي واي. مين هي الاي اكس? الاي واي الاي اكس عبارة عن ايه? مدام مع الزاوية يبقى ايه كوزاين. عمودي عليها يبقى الاي واي ايه ساين. ده تحليل المتجه. ده تحليل المتجه. يبقى حللنا المتجه الى مركبتين. وكل وكل مركب وكل وقيمة كل مركبة هي على النحو التالي. ال اي اكس والاي. اي اكس بيسوي اي كوزين سيد. والاي بيسوي اي سايين سيد. بنحسب المحاصلة من القانون التالي. طبعا المحاصلة اه المحاصلة من القانون يمكن المحاصلة هي ال اي نكفي المسلة زي كده. المحاصلة ما تكون سي. تمام? بتساوي الجزر التربيعي ال اي اكس تربيع زائد بلاس اي. واي تربيع. دي المحاصلة. عند التعامل مع عدة متجهات. عندينا مسلا عند متجهات اي وبي و سي سمناه وغيرها مسلا اي واف وهكذا. نحتاج عشان فاننا نحتاج لتحليل كل متجه منه على احدة. الى مركبات بالنسبة لمحاور اكس واي. مما يسهل علينا ايجاد المحاصلة. ثم نقوم بعد اجراء التحليل بتجميع المركبات في اتجاه اكس. يعني احنا حنالنا الا الى مركبتين ا اكس واي. البي الى مركبتين بي اكس وبي واي. السي الى مركبتين سي اكس وسي واي. والدي الى مركبتين دي واي دي اكس ودي واي. ثم نجمع الاي اكس مع البي اكس مع السي اكس مع الدي اكس. ومن ثاني ونجمع الAY مع الBY مع الCY مع الDY يبقى جمعنا تمام قمنا بتجميع بتجميع المركبات في تجاه المحور X ومنسمى تجميع المركبات في تجاه المحور Y ثم نطبق قانون المحاصلة الذي ينص على أن المحاصلة تساوي جزء التربيع لمجموعة مركبات مجموعة مربع مركبات الـ X ومربع مركبات الـ Y كما في المعادلة التالية الـ R تساوي جزء التربيع الاكس تربية زائد واي تربية. الاكس تربية هي جميع مركبات المربع مركبات الاكس وال واي تربية مربع مركبات ال واي. وتحسب ونحسب اتجاه المحاصلة ازاي? ان نجيب التان تان الزاوية اللي هو عبارة عن ايه? يعني انا عندي ادي مثلا عندي ادي متجه زي ما قلنا مسلا ده ايه? يحلل الى مركبتين اي اكس واي. نكفي المسلس ده. الزاوية دي سيتا مسلا. تان سيت ادي ال اي واي. يعني ده موازي ده. يبقى تان سيتا بيسوي مقابل على مجاور اي واي. على اي اكس. ثم نجيب السيتا من الاحزبة. شفت. شفت التان. يبقى نعين اول تان سيتا. مسلا تان سيتا ولا تكون ثلاثة على اربعة. ثم شفت تان ثلاثة على اربعة. يديني الزاوية على طول. يديني قيمة الزاوية. يبقى انا كده عينت المركب عينت المتجب تائي مقدارا متجاه. هناخد حاجة اسمه اليوند فكتور. اليوند فكتور عباراني. وعرف متجه الوحدة باتجه طوله الوحدة. طبعا معروف. مدام الوحدة يبقى طول الوحدة. ويستخدم للتعبير عن الاتجاه لأي كمية فيزيائية متجه. المتجه ايه? ممكن تمثيل بمقطار المتجه ايه? ضرب متجه الوحدة ايه كالتالي اسمول. يبقى ايه? سوى ايه في ايه. طبعا هنا ده المتجه. وده ايدا العليساء العليمين? ده مقدار المتجه. وفي بعض الاحيان يكتب كهذه الصورة. متجه الوحدة مثلا للمتجه ايه? شوف كده? نعمل شرطة وعليها علامة زاوية. يساوي المتجه على مقداره. طب ازاي اكتب مقداره? اكتبه بطريقة دي. شوف. ادي خط. الايه? وبعدين خط تاني. ده المقام هنا بيسموه ايه? بيسموه القيمة المطلقة للمتجه. بهذه الصورة ده معنى زاك. انه ده خطير من مطلقة. يبقى متجه الوحدة لعليسار ده ده بمثله بهذا الشكل. في المعظم الاحيان. الايه اللي هو المتجه على مقدار المتجه. يديني متجه الوحدة. طبعا احنا عندينا تمسيل متجهات وحدة الاي والجي والكي. عشان عندينا ثلاث احداثيات الاكس والواي والزد. في احداثات الكارتزية. طبعا الاي هو متجه الوحدة في اتجاه اكس. الجي متجه الوحدة في اتجاه واي. اهي. انا عندي كده ده الاي في اتجاه اكس. ولكن ده واي. يبقى جي متجه الوحدة في اتجاه واي. وده زد. واللي هو الكي متجه الوحدة في اتجاه زد. يبقى انا عندي متجه الوحدة اي وجي وكي. الاي والجي والكي ده إبارة عن متجهات واحد. اي وجي ويمين ووكي. طبعا يبقى الاي اي لما متجه واحدة في اتجاه اكس. للمتجه. اي منتجه اي او بي او سي. جي متجه الوحدة فاتجاه واي. كي متجه الوحدة فاتجاه زد. اهو. ادي الرسم في التجاه. a I A Unit Factor Along The X AXES I A Unit Factor Along The X AXES I A Unit Factor Along The Y AXES J A Unit Factor Along The Y AXES K A Unit Factor Z لاحظ أن الشكل السابق يعبر عن الاحداثيات الكارتزية في سلاسة أبعاد وعلى يمكن كتابة أي متجه بدلالة مركبات ومتجهات الوحدة فعلى سبيل المثال لنفترض أنه متجه A يقع في مستوى X و Y يمكن التعبير عنه بالصورة الاتجاهية الآتية ال A تساوي AXI لباب لأنه ممكن نحن نعبر عن المتجه بأنه نحن نضرب مقداره ال AX ده مقدار المتجه في اتجاه مين مقدار المتجه A في اتجاه X ال AY متجه الوحدة في اتجاه X ال AY عبارة عن مقدار المتجه A في اتجاه Y ال J متجه الوحدة في اتجاه Y يبقى عبرنا عنه هنا المتجه لو A X و Y و Z X و Y بس طب لو X و Y و Z هو A تساوي هو سامع بعض الناس بيقول AXI ممتاز زائد A Y J لأن الثلاثة متجهة X Y Z يبقى A Z في مين في متجه الوحدة في اتجاه Z ده الوال K تمام احنا طبعا احنا ممكن نستخدم طريق التحليل المتجهات في جمع متجهين A و B كما بشكل التالي هذه متجه A وهذه متجه B تمام عشان نجمع متجهين A و B بنجمع هذه ال A و هذه ال B المحصلة R متجهة جديدة هو R اللي هو بالخط الأحمر ده تمام ال A مدام طبعا هنا في مستوين ال X وال Y وعشان طبعا احنا ممكن نكمل المرة القادمة ان شاء الله لاستكمال هذا الموضوع شكرا لكم